اهلا بكم مشاهدنا من جديد اعلن الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات نسيب زيادة عزم الغرفة على اعداد وصياغة قواعد تحكيم خاصة بمنازعات الاستثمار الدولي حيث من المتوقع ان ترى النور خلال منتصف العام المقبل 2019 وذلك في اطار اهتمام الغرفة بالتحكيم في مجال الاستثمار وقد اكد زيادة خلال كلمة القاها في مؤتمر التحكيم في منازعات الاستثمار ان غرفة البحرين باشرت تجديد وتحديث قواعد الوساطة لديها ومن المؤمن ان تصدر في نهاية هذا العام نظاما جديدا للوساطة لما تتميز به الوساطة من وقت اقصر وتكلفة اقل بالمقارنة باي وسيلة اخرى من وسائل تسوية المنازعات سواء الرئيسية ام البديلة وقد اوضح زيادة ان اهمية المؤتمر تكمن في تسليط الضوء على المنازعات بين الدول ومدى كفاءة الاجراءات في تحكيم منازعات الاستثمار مع التركيز بشكل خاص على الاجراءات المعجلة والتدابير الطريقة واجراءات الفصل بشكل مختصر في الواقع غرفة البحرين لتسوية المنازعات تقيم هذا المؤتمر للمرة الثالثة وانا اتكلم عن مؤتمر متعلق بالمنازعات في مجال الاستثمار بين الدول والافراد المستثمرين هذه السنة تعاوننا مع مركز التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكون بسويد ومعهم طرحنا عدة مواضيع مهمة وتشغل الساحة المعنية بالتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار بين الدول والافراد مؤتمر لا اهمية كبيرة لانه هيبحث موضوع هام الموضوع الهام اين تذهب الخلافات بين الدول والشركات حول الاستثمار هل تبحث في محكمة خاصة كما تقترح بعد الدول او في المحكمة التي او مش في المحكمة في الجهاز الذي انشأه البنك الدولي ويقصد عليه اكسد وموجود في واشته انا من انصار الجهاز الاكسد لانه فيه ميزة كبيرة جدا بالنسبة لدول العالم الثانت فيه نص ان الخلاف لو ما استفقش على القانون الواجب التطبيق يعني خلاف بين شركة وحكومة ايه القانون اللي يطبق لو ما فيش اتفاق يبقى قانون الدولة وده من موقع نظر الدول العالم الثالث مهم جدا اعلن مصرف البحرين المركزي بانه تم تغطية الاصدار رقم 211 من سكوك السلم الاسلامية الحكومية قصيرة الاجل التي يصدرها المصرف المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة الاصدار 43 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ من 21 من نوفمبر الجاري ولغاية 20 فبراير من العام المقبل 2019 وبحسب بيان مصرف البحرين المركزي يبلغ العائد المتوقع لهذه السكوك 4.25% مقارنة بسعر 4.20% للاصدار السابق بتاريخ 17 من اكتوبر الماضي علما بانه قد تمت تغطية الاصدار بنسبة 100% هذا وقد اعلن مصرف البحرين المركزي في وقت سابق عن تغطية الاصدار رقم 1730 من اذنات الخزانة الحكومية الاسبوعية بقيمة 70 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوما والان مشاهدين نترككم مع سهر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لنهاية سعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حلث تراجع مؤشر البحرين العام في نهاية التداولات هذا اليوم بنسبة 0.33% مقفلا عن مستوى 1306 نقاط وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والفنادق والسياحة والصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وتسعمائة وتسعة ألاف سام بقيمة إجمالية تجاوزت 596 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 60 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة ما نسبتها 57.50% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة وبالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية فقد أغلقت عند مستوى 7560 نقطة بارتفاع نسبته 0.84% وجاء على رأس التقدمات مؤشر تجزئة السلع الكمالية ونتحول إلى بورصة الكويت الذي أقفل على ارتفاع نسبته 0.07% وأغلق عند مستوى 5288 نقطة وذلك بدعم من تقدم مؤشر قطاع الطاقة وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تقدما نسبته نصف نقطة مئوية تقريبا بدعم من مؤشر قطاع الخدمات فيما أغفل سوق دبي المالي متقدما بنسبة 0.18% مدعوما بتقدم مؤشر قطاع النقل في حين سجل سوق العاصمة العمانية مسقط تقدما هو الآخر نسبته 0.03% مدعوما من ارتفاع أغلب قطاعات البورصة العمانية في خبر آخر أكدت مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركات فراكيو بن الهجرة والتوطين عابير حسيني أن حكومتي الإمارات والسعودية تقدمان تسهيلات وإحفاءات وبرامج نقاط ولاء لشركات القطاع الخاص التي توظف المهارات المحلية وأشارت إلى برنامج نقاط ولاء للشركات التي توظف كوادر إماراتية وأيضا تسهيلات وتخفيضات في الرسوم للشركات التي توظف إماراتيين من جهة أخرى أكدت أن مطاقات السعودية من أفضل برامج التوظيف في المنطقة حيث أن 80% على الأقل نسبة السعوديين في شركات قطاع التمويل وفيما لفتت إلى تسهيلات ونقاط ولاء للشركات التي توظف سعوديين وقالت أن كل شخص من أصحاب الهمم يعادل توظيف أربعة سعوديين أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أن اليوم الأول لاسترداد السياح ضريبة القيمة المضافة شهد إقبالا ملحوظا من مختلف الجنسيات فضلا عن سهولة ويسر المعاملات التي قدمت خلال ثلاثة مطرات في الدولة وهي مطارات أبوظبي والدبي الشارقة وبينت أن التقنيات الحديثة المستخدمة عبر التطبيقات المحاسبية المحترفة جعلت عملية الاسترداد أسهل وفي وقت قصير ما يجعل من عملية الاسترداد إجراءا سريعا وفعالا لا يكلف ساحين أي أعباء إضافية وقال مدير العام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد البستاني أن إجراءات رد الضريبة في مطارات الدولة كانت سهلة وسريعة ومن دون أي تعقيدات وفق ما ورد في صحيفة الاتحاد النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شركة نيسان تؤكد التهرب الضريبي لرئيسها وتعفيه من منصبه أقر مجلس النواب الأروني قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد الدولي بعد إجراء بعض التعديلات في خطوة ستساهم في مضي الاقتصاد الذي يعاني من شح السيولة قدما في إصلاحات مالية ضرورية لخفض الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا ووفقت أغلبية نواب المجلس على مجموعة من التعديلات في مشروع القانون المؤلف من 36 مادة ويتضمن زيادة الإعفاءات الأسرية للحد من أي تأثير على دخول الطبقة المتوسطة ولا يزال مشروع القانون يحتاج لإحالته إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يصبح القانون ساريا في أوائل العام المقبل حذرت تقرير لمركز International Crisis Group للدراسات من أن الجزائر قد تواجه أزمة اقتصادية مع حلول 2019 في حال لم يجري هذا البلد الذي تراجعت مداخله النفطية منذ 2014 إصلاحات اقتصادية فورية وحسب فرانس بريس جاء في التقرير أنه في غياب الإصلاحات فإن أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب البلاد مع حلول سنة 2019 لتغذي التوتر المحيط بالانتخابة الرئاسية القادمة اقترح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في شأن البريكسات ميشيل بارنيي تمديد الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد حتى نهاية العام 2022 بحيث تظل بريطانيا عضوا لا يتمتع بحقوق التصويت في الاتحاد من جانبها أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي أنها ستعود إلى بروكسل خلال الأسبوع الجاري لتحديد شكل العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأكدت مي أنه لن يتم التوقيع على مشروع قرار المغادرة إلا إذا كان اتفاق العلاقة المستقبلية مرضيا لبريطانيا قالت وكالة التصنيف الاعتمالي مجيز أن هناك سلسلة من المشاكل التي قد تواجه اقتصاديات الدول الناشئة لكن العديد من تلك البلدان مرنوا من شكل كافي لمواجهة العاصفة وأضافت الوكالة في تقرير صادر في الأسبوع الماضي أن النظرة العامة بالنسبة للأسواق الناشئة سوف تكون مستقرة بشكل كبير في 2019 وأرجعت ذلك إلى الموازنات المالية القوية والنمو المحلي إلى جانب السياسات الاقتصادية الداعمة وتابعت أن تلك العوامل من شأنها أن تساهم في تعزيز الأسواق الناشئة أمام التحديات مثل تباطل الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات الفائدة والحماية التجارية والتوترات الجيوسياسية والآن مشاهدين أترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية وأخيراً كشفت شركة نيسان اليابانية أن رئيس تحالف رينو نيسان ميتسوبيتشي كارلس غوسن متورط في فضيحة مالية وذلك بعد تقارير عن عزم اليابان توقيف الرجل وأكلت شركة صناعة السيارات معلومات صحفية مفادها أن رئيس مجلس إدارتها أعلن على مدى عدة سنوات عن عائدات نقل من مدخوله الفعلي بحسب نتائج تحقيق داخلي وأضافت المجموعة أنه إلى جانب ذلك تم اكتشاف عدة أعمال سوء سلوك مثل استخدام أملاك الشركة لغايات شخصية مشيرة إلى أنها ستقترح على مجلس الإدارة إقالته من منصبه سريعاً